كسر في الساقي وردود في الرأس واليدين هذا ما تعرض له مدير أحد المدارس الثانوية المسائية في النجف على يد أحد طلبة المدرسة الذي مارس في نونه القتالية على الكادر التدريسي أيضا وذلك بعد رفض المدير لطلبه بالانتساب للمذاكرة من البيت أول ما فتحت الباب تبادلني بأنه ضربني ضربه هنا أنا على إذاني وضربني حيلة برجلي اللي يدت إلى سقوط المشكلة الأكبر بأنه أذن الطالب كان مستعد لي لأنه طلع شفرة أو موسى أنا ما شفت يعني بالضبط براد يضربني بوجهي ولكن اللي يحماني هذا الأصبع وأنه فوق هذا إحنا رحنا ودوني للمسنشفة تجي سيارة حكومية اللي يعتقد تاه وقال له لبعض الأخوان تاه سودا ورصاصي ينسدون منها اثنين شاعدين إسلاح يطبون يدورون على المدير بالمدرسة يقولون لهم هاي المدرسة ما رح تنفتح يعني أنا دائرة حكومية تتهدد من قبل موظفين حكوميين وسيارة حكومية بالغلق أنا ما اطبتشي لاستاد عايت ما أدري يعني يعني العماني يعني خلف واحد ما يصدق طرت طرت بالهواء وين طرت؟ طرت أكو حايت وراي طرت ليش لي فوق رأسي راح وين؟ بالحايت أريد أنزل على رجل ما أقدر لزمت الحايت بداية فما سيطرت وقعت على الحوط للأماني أحكي لك يعني تقريبا صار قدي نصف أغماء أنا متعجب يعني شون طيرني هذي قال له الأستاذ هذي يلعب كونفو حادثة الاعتداء على مدير المدرسة في النجف لم تكن الوحيدة خلال أقل من شهر فبحسب مديرية تربية المحافظة فإن الأخيرة سجلت أكثر من خمس حالات مشابهة الأمر الذي دعا مدير التربية للمطالبة بتشريع قانون حماية الكوادر التربوية ومتابعة تلك الحالات التي نشطت في لاونة الأخيرة طالب مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء باتخاذ إجراءات في تفعيل قانون حماية المعلمين ومدرسين هذا القانون الذي يشرع لكن للأسف الشديد لم يفعل لحد الآن أكيدا استمرار هذه الحالات هو غير صحيح وينذر بخطر لابد من اتخاذ إجراءات جادة ويحذر متخصصون من خطورة تطور تلك الاعتداءات دون رادع على سلامة النظام التربوي والتعليمي بكامله الذي يعاني من الأساس مشاكل جمة تحتاج إلى معالجات حقيقية سريعة الاعتداءات على الكوادر التربوية والتعليمية ربما لن تكون الأخيرة وهو ما يحتم وفق متخصصين فرد إجراءات أمنية وقانونية واجتماعية رادعة لضمان عدم تكرارها مستقبلا من النجف محمد رزاق التغيير